اشتركوا في القناة أحبائي سنتعرف اليوم بإذن الله تعالى على قوة تأثير عن بعد أي القوة التي تؤثر على الأجسام بحيث لا تلمسها فتكون عن بعد وهي كالآتي أولا قوة الجاذبية الأرضية ثانيا القوة المغناطيسية وثالثا قوة الكهرباء الساكنة وسنتعرف أيضا يا أحبائي على مفهوم الطاقة الحركية دعونا يا أحبائي ننطلق في رحاب العلم أحبائي شاهدوا معي هذه الصورة هنا يا أحبائي نشاهد سقوط المظلي فهو يسقط باتجاه الأرض وهنا أيضا عند رمي كرة السلة فهي تسقط باتجاه الأرض وأيضا هنا نلاحظ عند سقوط حبة التفاح فهي تسقط باتجاه الأرض أحبائي لقد لاحظنا في هذه الصور الثلاث أن أي شيء يسقط إن كان جمادا أو حيا فهو يسقط باتجاه الأرض وكأن هناك شيء يسحبه برأيكم يا أحبائي ما هو هذا الشيء الذي يسحب هذه الأشياء؟ نعم أحسنتم إنها قوة الجاذبية الأرضية فهي قوة تؤثر في كل شيء على سطح الأرض أو قريب منها فتسبب سحب تلك الأشياء نحوها دون أن تلامسه فتسحبه باتجاهها والآن يا أحبائي لنتعرف بشكل أكثر على الجاذبية الأرضية لقد انتسب اكتشاف قوة الجاذبية الأرضية إلى العالم إسحاق نيوتن وذلك بعد قصته مع التفاحة كما تعلمون يا أحبائي إلى أن التاريخ قد بيّن لنا أن علماء المسلمين قد سبقوه في اكتشاف الجاذبية الأرضية فهناك أبو الفتح الخازني قد ذكر في كتابه ميزان الحكمة أن الأجسام الساقطة تنجذب نحو مركز الأرض أي أن الأرض تؤثر عن بعد في الأجسام القريبة منها فتجذبها نحوه أحبائي لنشاهد المشهد التالي قوة الجاذبية برافدي لماذا تتساقط هذه الأوراق علينا ولا تطير في السماء؟ لأن الأرض تجذبها أتعرفاني أن قوة الملاحظة والاكتشاف من الصفات التي يتمتع بها العلماء؟ أعرف، ولكن فيما تفكر عندما كان العالم نيوتن يجلس أسفل شجرة مثلنا وسقطت تفاحة على الأرض كما تتساقط أوراق الأشجار علينا لفتت انتباهه فاكتشف مفهوم الجاذبية واكتشف أيضا أن الأرض تجذب القمر فيدور حولها ولا يتركها ويحلق في الفضاء إذن، هيا لنكتشف ما يحدث حولنا مثل العلماء لدي سؤال الأرض كروية الشكل فما الذي يجعلنا نقف عليها بهذا الشكل رغم تغير وضعنا؟ إنها الجاذبية إن الأرض تجذبنا مهما تغير وضع وقوفنا عليها وهذا هو ما يبقين على الأرض ومعنى الماء والهواء هل تعلماني أن لنا قوة جاذبية تؤثر على الأرض؟ وكيف ذلك؟ يحدث التجاذب بين أي كتلتين ولكن نحن لا نشعر بقوة جذبنا للأجسام إنما نشعر فقط بقوة جذب الأرض لنا ولبقية الأجسام لأن كتلتنا وكتل الأجسام الأخرى صغيرة مقارنة بكتلة الأرض هل معنى ذلك أنني أنا وأنت نجذب بعضنا الآن؟ لا أشعر بذلك نعم لأن قوة الجذب ضعيفة حيث إن كتلتين صغيرتان إذن قوة الجذب تتناسب طرديا مع كتلتين الجسمين سؤال آخر إن الشمس والأرض كتلتهما مهولة وقوة التجاذب بينهما كبيرة فلماذا لا تبتلع الشمس الأرض؟ لأنه كلما زادت المسافة تقل قوة الجاذبية والمسافة بين الأرض والشمس كبيرة جدا ولذلك لم تعد قوة التجاذب بين الشمس والأرض كبيرة بالقدر الذي يجعل الشمس تبتلع الأرض وإنما تقوم هذه القوة فقط بالتأثير على اتجاه حركة الأرض مما يجعلها تسلك مسارا بيضاويا حول الشمس إذن قوة الجاذبية هي قوة تجاذب بين أي جسمين وتعتمد على كتلة كل من الجسمين وعلى المسافة بينهما دعونا ننطلق يا أحبائي إلى ثاني قوة تؤثر عن بعد وهي القوة المغناطيسية هل تعلمون يا أصدقائي ما معنى مغناطيس؟ وكيف يجذب الأشياء من دون ملامستها؟ نعم أنتم رائعون إن المغناطيس يؤثر في الأجسام الحديدية القريبة منه فيجذبها نحوه من دون أن يلامسها وكما تعلمنا يا أحبائي فإن للمغناطيس قطبان مختلفان أحدهما شمالي والآخر جنوبي فإذا اقترب قطبان متشابهان من بعضهما فإنهما يبتعدان عن بعضهما البعض أي يتنافران كما نلاحظ هنا بينما إذا اقترب قطبان غير متشابهان من بعضهما فإنهما ينجذبان نحو بعضهما البعض لاحظوا معي هنا دعونا ننطلق يا أحبائي إلى المشهد التالي ونتعرف على المغناطيس المغناطيس انظر لقد وجدت عصا سحرية انظر أيتها السيارة تقتربي أيها القطار اقترب أرأيت؟ انظر الآن أيتها الكرة اقتربي اقترب اقترب ماذا حصل؟ لماذا لا يتحرك؟ إن هذه العصا التي بيدك لا تجذب إلا الحديد أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنها ليست عصا سحرية ليست سحرية؟ ما هي إذن؟ فلنسأل الأصدقاء أتعرفون أصدقائي مسب العصا التي بيد طائف؟ هل هي عصا سحرية؟ عصا خمرية؟ أم مغناطيس؟ أحسنتم إنها مغناطيس والمغناطيس لا يجذب إلا الحديد أرأيت؟ المغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد فقط كنت أعرف من البداية أنها ليست عصا سحرية ثالث الأمثلة على قوة تأثير عن بعض يا أحبائي هي قوة الكهرباء الساكنة لاحظوا معي يا أحبائي هذه الصورة ماذا تفعل هذه الطفلة؟ رائع أحسنتم إنها تحاول تقريب البالونات من شعرها لكن لماذا يرتفع وينجذب شعرها للبالونات؟ رائعين أحبائي لأن هناك قوة تجذبه فلقد قامت هذه الطفلة بدلك البالونات بقطعة الصوف وقامت بتقريبها من شعرها فبذلك تكونت قوة كهرباء ساكنة عملت هذه القوة على انجذاب شعرها نحو البالونات كما تشاهدون دعونا يا أحبائي نتابع هذه التجربة لنتعرف أكثر على القوة الكهربائية الساكنة وإن استطعتم أن تجربوها فأنتم حقا أبطال فابعثوا لي تجاربكم هيا يا أحبائي لنشاهدها معا اسم التجربة الكهرباء الساكنة في جو جاف الهدف من التجربة المقارنة بين الكهرباء الساكنة في الجو الجاف والجو الرطب عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند نفخ البالون ودلكه أدوات التجربة قطعة صوف جافة خيط مصرة بلاستيكية بالون قصاصات من الورق حوض ماء خطوات إجراء التجربة ننفخ البالون ونربطه بالخيط ندلك البالون بقطعة الصوف الجافة نلسق البالون على الجدار ونراقب كم يبقى ملتصقا قبل أن يقع ندلك المصرة البلاستيكية بقطعة الصوف الجافة ثم نقربها من قصاصات الورق ماذا تلاحظ؟ نكرر الخطوات السابقة ولكن مع دلك البالون والمصطرة بقطعة الصوف بعد تبليلها بالماء النتائج يبقى البالون ملتصقا على الجدار مدة أطول عند ذلكه بقطعة الصوف الجاف ويكون انجذاب قصاصات الورق أكبر عند ذلك المصطرة البلاستيكية بقطعة الصوف الجافة لأن الماء يساعد على انتقال الشحنات الكهربائية عن البالون بسرعة لذا فإن الكهرباء الساكنة لا تظهر بشكل جيد في الجو الرطب لأن الشحنات لا تستقر على الأجسام مدة طويلة بعكس الجو الجاف حيث تكون الكهرباء الساكنة ملحوظة بشكل أكبر وتستقر الشحنات على الأجسام مدة أطول لننتقل يا أحبائي إلى الطاقة الحركية فالطاقة يا أحبائي هي المقدرة على إنجاز عمل ما والجسم الذي يمتلك طاقة هو الذي يستطيع إنجاز الشغل فمن أشكال الطاقة يا أحبائي الطاقة الحركية فهي طاقة تمتلكها جميع الأجسام المتحركة تحظوا معي يا أحبائي هذه الصورة في هذه الصورة فتاة تركل الكرة فعند ركلها تحتاج إلى طاقة وهذه الطاقة تتحول إلى طاقة حركية ومن أين تحصل أجسامنا على الطاقة يا أحبائي؟ نعم أحسنتم فهي تحصل على الطاقة من الغذاء الذي نتناوله نستنتج من ذلك أن الحركة تحتاج إلى طاقة فهي المحرك الأساسي لأجسامنا شكراً لكم أحبائي وعلى حسن استماعكم وعلى متابعتكم لي وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس العلوم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر